أوكرانيا أو الموت يضع عادة أحد ألوية الجيش الأوكراني هذه الشارطة على بدلات جنوده العسكرية ولكن هذه الجندية ليست أوكرانية ولا تنتمي حتى إلى هذا اللواء هي للمفارقة أمريكية الجنسية العقيد الأمريكية بريتاني ستيورت زارت منطقة النزاع في دومباس جنوب شرقي أوكرانيا على رأس وفد عسكري أمريكي أكدت دعما أمريكيا واضحا لكييف في وجه حكومة دونياتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا وهي زيارة تزامنت مع جولة قام بها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي على الخطوط العسكرية الأمامية في دومباس تدخل واشنطن ميدانيا وسياسيا على خط الأزمة في أوكرانيا مع تصاعد حدة التوتر في دومباس ومعه المخاوف من اندلاع جولة مواجهات جديدة بين الجيش الأوكراني والمطالبين بالحكم الذاتي فيها السفينتان الحربيتان الأمريكيتان تعبران البحارة وصولا إلى البحر الأسود في تطور الدرجة البنتاجون ضمن العمليات الروتينية للجيش الأمريكي فيما رأته موسكو تعقيدا للوضع الأمني في البحر الأسود مؤكدة أن تحركات قواتها داخل أراضيها تمثل شأنا داخليا حصرا ولا تمثل خطرا على أي دولة تدخل أوكرانيا على خط الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وروسيا موسكو تتمسك بالدفاع عن أمن حدودها أمام أي تجدد للأعمال القتالية في دومباس فيما لا توفر واشنطن فرصة للحجد السياسي ضد موسكو عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوضوح خلال تجديده على ضرورة إنهاء التعزيز العسكري الروسي على الحدود الروسية الأوكرانية وتأكيده مع نظيره الألمني أهمية دعم أوكرانيا ضد ما سماها الاستفزازات الروسية فأي مصير ينتظر أزمة دومباس المشتعلة